مرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لا فيك كيفما تعودوا في كل يوم عنا أخبار وأحديث جديدة أو متنوعة اليوم باش نحكيه على تسريحات هشي من مشيشي الأخير اللي قال فيها وصلنا إلى الفرصة الأخيرة ويجب أن نستغلها لأنقاذ البلاد كما تعرفوا أن البلاد وما نعود لكم مش برشة تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة وعلى أبواب إفليس وما لقينا حتى حل وما لقينا حتى بلاد تعطينا قرض لأنه ديشاء احنا نغرقين في القروضة للطب هذيك عليش ما بقى قدامنا حاتح تونس الخضراء اللي كانت هي في السبق يتعاون في الناس واللي كان شبابها وأهلها وشعبها عايشين بألف خيرة اليوم أحنا على أبواب إفليس وإذا كان ما حاولناش نصلحوا توا في الأون الأخيرة نصلحوا باش نحافظوا على المستوى اللي أحنا فيه تورا مش باش نرجو يزدهر الاقتصاد ونرجو كيف ما كنا قبل باش نلقاو باش نهيشوا توا ونوقفوا الإفليس لا أكثر ولا أقل تقدم هذا باش نحاولوا نوقفوا به الإفليس لأنه بالمنجدرة وتحتمت على الأخر تونس والمشاكل اللي بين الرؤساء متاعنا الثلاثة اللي هي بلد واحدة يحكموا فيها تلاتها الرؤساء ذي أول مرة تصير وتراول عجب في تونس هنا نعم زدت على الطين بل ما قدمتش فهماش خدمة ما فهماش وقوف التونس ما فهم حاتش ما كان المشاكل السياسية اللي خلات الأوضاع تتأزم سياسيين اقتصاديين اجتماعيين وحتى صحيين تصوروا المنظومة الصحية انهارت كومبليتمون عليش على خطر مش قاعدين يخدموا الوزراء فماش خدمة فمحاتش قاعدين الشيري تمشيوي لكن بالمشيك الهذية مضربين على العمل اليوم هجم المشيشي يقول فهم فرصة واحدة لإنقاذ تونس ولزمنا نستغلوا الفرصة هذي مش نشوفوا مبعضنا شنو الفرصة اللي بيش تحمي تونس وتنقذها حيث قال رئيس الحكومة يشير من مشيشي يوم الجمعة في مقابلة له ان تونس تسعى الى برنامج قرض بحوالي 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات مقابل حزمة اصلاحات اقترح الحكومة بهدف انعاش اقتصاد العليد ما نعرفوش شنوى الاختراحات اللي قدمها رئيس الحكومة يشير من مشيشي الى صندوق النقد الدولي بيش اعطاوها القرض كيف ما تعرفو فما بيين ينزل ما نعرفوش احنا لا صحيح لغالط لكن البين هذا مش به حتى تعرف قالوا فيه انو بيش يتناحى الدعم كونفليت مو على المواد الغذائية يقعد بشوية كل مرة يزيد شوية في كل حاجة الاساس اللي هي زيدة هو قاعدين يرفعوا في الدعم بشوية بشوية كيف كيف قالوا اللي هما بشي معطي نقص للمواثفين 15 بالمية من الشهيري متاحهم كيف كيف قالوا فما اللي بشي خرجوهم تقعد وجوبي يعطيهم مكان 25 بالمية من الشهيري متاحهم وبتبيعة لحكية هذي راهي مش بشي يسكت عليها شعب المستحيل اذا كان البيان صحيح راهو بالمستحيل شعب بشيق بلع هو شعب شهيري اللي احنا فيها تهو مانيش واصلين مانيش واصلين لانه المعيشة متاعنا غلاد شهيري عمالو تقل والمعيشة عمالو تغلق اوتوماتيك مون المواطن معتش واصل فما بالك بشي نقص له اوتوماتيك مون كما قال سيم التاهري هذا اللي تابع لاتحاد الشغل التونسي قال انه بشي تصير ثورة كبيرة وثورة اجتماعية اذا كان البيانة صحيح والحد الان منزلنا ما نعرفوش صحيح من الغالة لانه مس معنيشو ديريكتومون من رئيس الحكومة وام خانسيب هذي يتحاور فيه مع رئيس الجمهورية وبشي يكون في بيل الشعب اشنو المقترحات اللي قدمها ضد حد الشعب عنده تدور يقبل وإن لم يقبلش يساعده وقل لم يساعدوش لكن احنا ماشيين في المهموتة هكيكة ورب يقدر الخير ده مسؤولين تونسيين الاسبوع المقبل زيارة الى واشنطن للنقاش مع صندوق حول برنامج دمويلي والوصول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي امر حيوي لتونس التي تعاني من ازمة اقتصادية غير مسبوقة ما عجز ميلي بلغ 11.5% لأول مرة بنهاية 2020 بينما انكمش الاقتصاد بنسبة 8.8% بنسبة تدعيات ازمة الكورونا والله في عام 2020 وعام 2021 بالذات مرينيش حتى تقدم عم ميل وديم يقول لك راهوا الاقتصاد تكمش شو يميز ماذا حديدها في بانو ميل وطلعتها تم كمشها مناجمش تحكم فيها ومناجمش تطلق تي ما وعملكم كين جيدوا تاخدوا على رويحكم راو متكمش حتى راوكو شايم سايب لا حول لا قوة لا بالله رب يقدر الخير عليك يا تونس وعلى شعبها اللي قاعد يخلصوا بتبع شعبه اللي خلصوا والدولة اترابها هو اللي خلص المفيد نواصلو وقال المشيشي يجب توحيد كل الجهود في تونس لأننا نعتبر أننا وصلنا إلى الفرصة الأخيرة ويجب أن نستغلها لانقاذ الاقتصاد أول بلاد هيتو باركا ميسيلوش القرض هيدا يجي وتستثمروه في تونس بالمنجد موش يجي وتتقاسموه وتخليه الشعب كفي العادة غارق أكثر غارقة من مارالولا بالمنجد لأنو الضربة هيدي تحتم تونس على الأخر اللي إذا كان ما عندكمش معانيتها دي راية بالأوضاع الاقتصادية ولا الإجرماعية والسياسية في تونس رايب المنجد أوضاع مزرية على الأخر ومعطاره المواطن حال تعليله والمواطن يعلم به ربي وبشي قد هو الوحل وإذا كان مستعمرنيش بالأخر لا حاوله لا قوة تلبله وأله لا يقدر وأذفها قائلا في مكتبه بقصر الحكومة بالقصبة نحن جديين وواثقين من الوصول الاتفاق مع صندوق لأن هناك وعي بضرورة شن إصلاحات عاجلة ولأن برنامج الإصلاحات اقترحناه نحن ويحتاجه اقتصادنا للخروج من أزمته في مرحلة أولى إلعى الملاليها إشنا هو اللي اقترحه وإشنا هو اللي بشي خرجنا من الأزمة هذي وتوقع المشيشي أن تستمر نقاشات شهرين مع صندوق النقد الدولي وأن يتم توصل الاتفاق بين الجانبين في أوت معنى مشتوى مزلته بشتتنيق شو حتيك شل أوت معنى مزلته من وقت ويكان عاني ثقة فيكم ما عليش يقضوا الأوت وماذا يقول يتعين على المريض أن يتناول الدواء حتى إن لم يعجبه ما دام ذلك ضروري هذا ما سنفعله وسنمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية أبرامون هو ما شرط عليه أنه يحاول يصلح أقبل ما يعطيه القرض هذيك إذا كان ما صلحش بونضان دموع ما يعطيهش هذي كان ما وضحوش لكن حسب مفهومنا شنو مش عطيه كان بعد شهرين ويقولوا له فازي خلينا نشوفه الإصلاحات معتهم طلبوا منه أنه يسلح حتى ولو نسبيا بش هما يعطيهم الثقة فيه يعطيوا الثقة في الدولة بش ينجم يعطيه القرض الكبير هذة وذكر المشيشي أنه نالك توافقا حول المحاور الكبرى للإصلاحات مع الشركاء الاجتماعيين ومن بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل والله مؤسسي الدولة واحد ما تقفوشوا مع بعضكم وتعاونوا بعضكم وتكونوا يد واحدة خلينا نقفوا بتونس شوي ونقفوا بشعبها شوي رانب المنجدة تحطمنا الاجتماعيين ومن بينهم الاتحاد التونسي للشغل ذو التأثير القوي واتحاد الصناعة والتجارة والاتحاد الفلاحيين والله قسموها تونس بل في عهد الزين هذوم الكول جامعية تسميه وجامعية فرقه فما رئيس الحكومة رئيس الجمهورية هو اللي يحكم في كل شي وهذه كعليش بنيتنا كانت صلبة لكن للأسف شديد خيخة على الآخر لكنه شدد على أنه بعض التفاصيل سيستمر النقاش حولها مع شركاء الحكومة ومن بينها أليات تنفيذ هذه المقترحات وقال هناك أيضا اتفاق على أن التأخير في الإصلاحات سيدور الاقتصاد أكثر فزي قلنا شنو الاقتراحات هذوم متع الإصلاح ماذا بينا وأشار إلى أن الإصلاحات ستركز على ترشيد الدعم وإصلاح شركات العامة ومزيد من العدلة في الضرائب وبخصوص مخصصات الأجور قال المشيشي أنها عالية جدا في تونس لكن الرواتب لا تزال دون المستوى قائل أن هناك الكثير من الذين يتعين القيمة به في مجال رفع نتج المحلي الإجمالي مما سيمكن من خفض حجم الأجور قياسيا إلى النتائج المحلي الإجمالي جينا هيسي قال أن زيادة النمو سيكون عبر إصلاحاتها في شركات عامة تقوم بدور هام مثل شركة الخطوط التونسية وغيرها من الشركات العامة في القطاعات الحيوية بل من جد هكا بشيذر بلكم مشهري وربي قدر الخير هكا قال لكم مشربوا دوي حتى لو مش عجبكم أبليكاتوار تشربوه ديك أحلنا الوحيد وعبر رئيس الحكومة عن ذيقته في قدرة بلاده على الوفاء بالتزاماتها وتزديد ديونها الخارجية رغم الصعوبات موظيفا أن بلادها لديها نقاشات مع بلدان من بينها قطرة لإبرام اتفاقيات مالية من شأنها تخفيف الأزمة الاقتصادية شاء الله يا ربي من قدش أفضحها بين الدول أكثر من لأحنا أفضحها حاليا وتتوقع ميزانية تونس للعام 2021 اقتراض 7.3 مليار دولار تشمل قروضا أجنبية بحوالي 5 مليارات دولار وتقدر متوعات الديون المستحقة العام بنحو 6 مليار دينار يعني 5.75 مليار دولار ارتفاعا من 11 مليار دولار في 2020 أحنا في تونس مقعدنا كالنحسبو بين عمني والوسني عمني والوسني هاو تكمشها وتطلقها وتفتحها ودرج نوع ها نتقزمنا لحول العقوة اللي بالله ان شاء الله هنلقاه حل بعد الامكي ماشي فالكل نلقاه حل وربي بقي علينا الستر الناس الكل وما تنسي وش اللايك واشتراك وتفعيل لجرس ونقول لكم باي باي